طيب شو علينا نعمل التوبة التوبة يعني التغيير الفكر التوبة الفردية يعني انك تدخل مخدعك وتصلي امام الرب الذي يراك في الخفاء يجازيك على نيثان ولكن في توبة جماعية التوبة الجماعية انه هي مش بالخلوة بالعكس انت بتترك المخدع وبتشترك مع اختك توبة جماعية نصرخ للرب من اجل بلادنا وانه الله ما يدين بلادنا وانه يجيب الخير والبركة والثمر والحصاد وكل بركات الله ويفتح السماء لمعونة بلادنا فاذا انا حبائي فيه شيء يسمى التوبة عن الاباء وهذا مسكور عدة مرات في الكتاب المقدس منشوف اشارات كثيرة في اصفار الانبياء من ناحية تاني منشوف التحذيرات الكثيرة للرجوع الى الرب ما نفعلش كيف اباءنا اللي سبقونا عمله قبل فوات الاوان ولكن للأسف رغم كل تحذيرات الانبياء لم يسمع الشعب عند والنتيجة كان السبي الاشوري والبابلي والروماني وفي سنة 132 ثروة باركوخفا في ايام هدريانوس وكل هذه الامور ولكن لما كانوا يجتمعوا كانوا يكون لقاء جماعي كانوا يكون عادة تبتدئ بالتوبة والصوم والصلاة امام الله وبعض الاحيان كانوا يقدموا ذبيحة للغفران ذبيحة اثم او خطية وكانوا دايما في ايام يشيا رجعوا الى الكتاب يقرؤوا الكتاب المقدس بعض الامثلة في صموئيل الاول اصحاح سبعة قال اجمعوا كل اسرائيل الى المصفى فاصلي لاجلكم الى رب في نفس المنطقة على فكرة هزم الفلسطينيون القدماء شعب اسرائيل واخذوا تبوت الرب تبوت العهد فصموئيل جمع كل اسرائيل الى نفس المكان وصلوا والرب اعطى انتصار النبي اليا على جبل الكرمل اتحدى انبياء البعل وتحدى الملك اخاب والملكة الساحرة ايزابيل والشعب المرتد قال اجمع لي كل اسرائيل على جبل الكرمل وفعلا الرب انزل نار وسقطوا على الارض وقالوا الرب هو الله الرب هو الله ثم نزل المطر رجع صلى ورجع المطر مرة تانية هاي الحروبات هي حرب ضد الالهة فدايما حرب الاله في الكتاب المقدس هو ضد الالهة الاخرى كما قلت من قبل لا يوجد اله الا الاله كما مسكور في الكتاب المقدس لا يوجد كتاب الا الكتاب المقدس لا يوجد طريق للخلاص الا يسوع المسيح هذا ما يعلمه الكتاب المقدس ثم احبائي في النبي يؤيل في صاحة اثنين بنادب الصوم والاعتكاف والصلاة حتى العريس والعروس والرؤساء والكهنة والرجال دين كلهم يتركوا يخرجوا ويصلوا للرب حتى يسكب الله روحه ويعود عن كل السنين اللي اكلها الجراد في سفر دانيال لما اكتشف من نبوة دانيال انه السبي وهذا بدل على شيء بدل على صحة الكتاب ومصداقية الكتاب ارمياء تنبأ انه رح يكونوا في السبي سبعين سنة وفعلا سبعين سنة تمت والرب ارجعهم في ايام الفرص فاذا دانيال مهم جدا ندرك انه ابتدى يستغفر ويتوب عن خطايا الابا نفس الشي النبي ارمية حذر ولكن في مراثي ارمية نراه يبكي على الشعب من اجل خطايا انبياءها واثام كهنتها السافكين في وسطه دم الصديقين اباؤنا اخطأوا وليسوا بموجودين ونحن نحمل اثام كتير امثل في الكتاب المقدس ولكن علينا احنا احبائي بالنيابة عن آبائنا نقدم صلوات شفاعية بتوبة جماعية حتى نشوف اختراق قوية في هذه الايام وفعلا الله يبارك كنيسته وشعوبنا تبتدى ترجع الى الله وتتبارك بكل معنى الكلمة روحيا نفسيا جسديا ماديا اقليميا كل انواع البركات هل تريد ان تحصل على البركة ابتدى بنفسك واجه نفسك اعترف بخطيتك توب عنها امن بالرب يسوع المسيح توجه رب وملك على حياتك واعز من هاي اللحظة انك تحط حياتك بين ايدين المسيح رب بارك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة